طيب سيدة مي يعني الدراسة اللي احنا تكلمنا عنها في المقدمة واللي بتقول انه 46% من النساء تعرضنا للعنف الجسدي يعني اللي نسبة كبيرة جدا هل النسبة دي وقعية فعلا؟ مع الاسف طبعا النساء تعرض للعنف الأسري أو داخل الأسرة سواء من الزوج أو من الأب أو من الأخ أو من الابن حتى ويمكن الإحصائيات أحيانا ما بتبقاش دقيقة جدا يعني ساعت ممكن تبقى النسبة أغالي شوية أو أكتر شوية لأنه فيه عنف أحيانا ما بيسكرش مش بالضرورة حتى عنف الجسد بيبقى بس يعني مش بالضرورة بس العنف الجسدي لأنه فيه عنف نفسي كمان بيبقى زي الحرمان من الخروج زي الحبس زي تقييد الحرية أحيانا ساعات الأنواع من العنف دي اللي هي مش بالضرورة تبقى عنف الجسدي لكن تأثيرها على النساء بيبقى أقوى في الحقيقة فنقدر نعتبرها طبعا عنف في إطار الأسرة بيحصل وبيبقى ناتجتها ساعات أنه السد أو البنت بتبقى مضغوطة جدا عايزة تخرج خالص من المكان ده وعايزة تشوف مكان بديل تحس فيه بالأمان أكتر وتحس فيه أنها محدش ضغط عليها محدش خانئها وبالتالي بيبقى الخروج طبعا لمكان آمن والحقيقة أنه الأزمة هنا أنه نتكلم عن المنزل العنف الأسر يعني تتكلم على المنزل اللي هو أكتر مكان آمن فعلا للإنسان سواء منزل الزوجية أو منزل الأسرة اللي هو الأب والأم فلما بيحصل العنف من أقرب الأقرباء دول بتفقد هنا ثقاتها فقارب الناس ليها وبالتالي بيبقى البديل أنها تدور عليه على الأمان في مكان تاني بيبقى صعب فلو كان في منزل الزوجية يقيمة تلجأ المنزل الأسرة ولو ما كانش متوفر لو الأهل مش متوجدين وصعب أن هي تروح لهم فبيبقى البديل أنها يقيمة تروح لحد من الأصدقاء أو أنها تشوف مكان تابع للدولة وهنا طبعا بيبقى دور الاستضافة أو دور الحماية بيبقى البديل الآمن في الحقيقة لأنه مكان آمن تابع للدولة ما فيهوش خطورة عليها ما فيهوش تساؤلات حوالين تواجدها لسد الوحدة موجودة في المكان ده لأن طبعا بالله أي مكان لو رحت تستأجر أي شقة لوحدها بيتقال لها أنت لي قاعدة هنا لوحدك بتعملي إيه بتاع فالحقيقة هنا بيبقى طبعا أهمية دور الاستضافة طبعا قبل ما نروح لتفاصيل الاستضافة طبعا بالنسبة دي 46% أو ما يعني ما يقترب من 46% هل هيئة زادت في الفترة الأخيرة هل مقرنة بسنين فاتت وبعصور فاتت يعني نقدر نقول أنها مثلا أكتر من زمان ولا زمان كان أكتر بس ما كانش فيه مسحة أو فيه إحصائيات خلينا أقول لك أنه طبعا فيه زيادة في معدل العنف الأسر ليه؟ بالتأكيد أولا فيه ضغوط اقتصادية يعني شنيعة جدا ضغطة على الناس فالناس بتنفس في الحياة لأن كل حد فينا بينفس على الطرف اللي هو شايفه أضعف منه أو في المرتبة الأقل منه فكل حد بيجي فهنلاقي يعني حتى الأم بتبقى مضغوطة من الزوج أو من الأسرة فبتضغط فيه أو بتنفس في أولادها فهنلاقي أنه الزوج بيجي مضغوط من الحياة الاقتصادية فبينفس في الزوجة أو بيمارس عليها نوع من العنف فيه كمان حاجة ليه علاقة بالرؤية طبعا المتعلقة بالذكورة والرجولة أنه فيه حاجة ليه علاقة نوعها بيحاول يزبط ذكرته أو رجولته عليها فبيمارس جزء من العنف عليها ده ما كانش موجود قبل كده لأنه كانت الناس بتتعامل بمواده ورحمه أكتر من كده فما كانش الرؤية دي موجودة الحاجة التانية أنه رؤيتنا حتى في الحقيقة ليه الشريك الآخر في الأسرة مختلفة الناس دلوقتي شايفة أنه فيه عداوة في ندية فيه يعني شد وجذب كده بشكل فظيع فبقى فيه عنف متبادل في الأسرة وبالتالي فيه معدلات عنف أعلى فيه سور كمان بقاقينا نشوفها في العنف ما كانتش موجودة قبل كده بقاقينا نشوف الموع من العنف حد بيربط مواطف السرير حد بيسيبها من غير أكله وبيحبسها في الشقة حد بيضرابها قدام ولادها يعني بقاقينا بنشوف الحقيقة أنماط كمان ما كانتش موجودة قبل كده أنا مقدرش وانا قاعدة النهاردة وانا قاعدة ديوقاتي أقول لحضراتك ليه تطورت الأنماط دي عن الأول لكن أقدر أقولك أنه تطورت الأنماط والنسبة زادت عن الأول طبعا لكن إزاي تطورت وليه دي محتاجة طبعا دراسات مجتمعية